موسيقى 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 اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحديث كمقدمة نتحدث عن العلامات لأن هناك لغط دائما نحن نعاني منه في داخل المجتمع وعدم معرفة بقضية العلامات وكم للعلامات أهمية حتى نحن ندور حول هذه العلامات أنه العلامات وما يرتبط بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحدث اللي جرى قبل فترة قريبة الزلزال الذي جرى في دول مختلفة نريد أن نشير إلى قضية مهمة أولا البعض يسأل هل نقرأ كتب وهل نبحث في علامات الظهور لا تقرأوا كتب في علامات الظهور لأنها لا تنفعكم ولا أيضا البحوث لا تبحث في علامات الظهور أيضا لماذا؟ الآن لو عرفت مثلا هناك حدث معين هذا يعتبر من علامات الظهور طبعا غير الحتمية العلامات الحتمية الخمس الخسف في البيداء والسفياني واليماني وأيضا قتل ذا النفس الزكية والصيحة هذه الأمور لمتقاربة لما تكون يكون ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا إذا لم يكن هناك بداءا والله العالم نحن دائما لا نتمكن في علامات الظهور أن نحتم نعوذ بالله لأن هناك رواية رواية وردت عن الإمام المعصوم أنه يكذب الذي يحتم قضية ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن دائما علينا الدعاء بتعجيل ظهور الإمام إذن علامات الظهور إذا أردت أن أعرف قضية الإمام المهدي أبحث عن الإمام عن مسؤوليتي في عصر الغيبة الكبرى أبحث عن دوري والمرابطة في غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا هو اللي الآن مطلوب منا جميعا أننا في عصر الغيبة نرابط وسؤال إذن أبحث يمينا وشمالا عن علامات الظهور العلامات الحتمية تأتي إليك ما يحتاج أنت أن تذهب إلى علامات الحتمية ولكن علامات الغير حتمية مثلا هناك علامات متعددة ليس مسؤوليتي أن أذهب وأبحث عن العلامات سؤال الآن حدثت علامة من العلامات غير الحتمية ثم ماذا؟ ماذا نصنع؟ يعني الآن انتظر خلي إيد على إيد انتظر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أنا سؤال أسأل منكم الآن لو اعتبرتم ماذا؟ الآن ما جرى الأحداث التي جرت في الماضي سياسية واقتصادية وجيولوجية أي شيء إذا اعتبره البعض من العلامات زي سؤال ثم ماذا الآن؟ عرفت الآن تتهيأ؟ أنت تتهيأ؟ تجدد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان حقه للناس في رقبتك ترجع حق الناس؟ تعمل أبديت لكل سيوكياتك وأخلاقك وتعاملك مع الناس؟ وعبادتك وارتباطك بالله تبارك وتعالى؟ إذا أكلت حق إنسان راح ترجع هذا الحق؟ راح تكون إنسان منصف؟ راح تكون متسامح؟ راح تحب الآخرين؟ راح فعلا تبدأ بتهذيب نفسك؟ يعني فعلا نحن نبدأ بتهذيب أنفسنا؟ الآن عرفت؟ عرفت على ما هذه صارت؟ يعني لماذا أن البعض يدور في هذه الدائرة؟ هذه الدائرة إلى أين نريد أن نصل؟ هل لأما سلام الله عليهم في عصر الغيبة والجهونة؟ سؤال الآن هذا الكم الهائل من الروايات؟ هناك روايات بين الفريقين من السنة والشيعة ستة آلاف رواية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه زين الآن أنا أسأل أنه لو الروايات أرادت أن تحكي عن أهل البيت نحن الآن مسؤوليتنا في عصر الغيبة نأخذه من من؟ نأخذه من الأمة صلوات الله عليه نأخذه من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم من الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت لا نأخذها من منام أو من البعض من تحليل البعض من قراءة البعض القراءة أي إنسان قراءة شخصية بالنتيجة احنا نحثر من القراءات المتعددة ولكن نقول هذه قراءة شخصية أنا أأخذ من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم الإمام الصادق يقول لي ماذا أفعل في عصر الغيبة هل الإمام يقول ابحث في العلامات الإمام يقول ابحث في هذه الأمور أم يقول الإمام ماذا الآن هذا الكلام الآن سأتحدث في موضوع هذا رسالة الإمام الإمام الصادق عليه السلام يوجهنا ويوجه الشيعة أيها الشيعة في عصر الغيبة افعل ذلك ركز على هذا الموضوع لما أتحدث في بحث معين البعض ليشغلون أفكارهم وأدمغتهم يقولون أنهم ماذا يريد يقصد أي جهة أي جماعة يا جماعة الخير اتركوا هذه الظنون اتركوا هذا التحليل تحلل بنفسك ونفسك أنا أتكلم وأتحدث في روايات أهل البيت عليهم السلام مسؤوليتنا نحن والآن في عصر الغيبة الكبرى هذه المسؤولية هذا الكلام أنا أتكلم معكم مع المؤمنين أحبتي أنتم الشيعة وإن شاء الله تكونوا من شيعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج والشريف نحن الآن من أين نأخذ إذا أي واحد يسألكم من أين أأخذ تكليفي الشرعي فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي الآن نحن هذه القضية المهدوية تكليفنا مسؤوليتنا ماذا نعمل ماذا نصنع كيف نتخذ القرار من أين نبدأ نبدأ من روايات أهل البيت ماذا قال لنا أمير المؤمن عليه السلام ماذا قال لنا الإمام الصادق والباقر عليهم السلام أهل البيت قالوا ماذا أفعل ماذا في عصر الغيبة إذن مسؤوليتنا نأخذها مباشرة من الإمام المعصوم عليه السلام وليس من شخص آخر وليس من التحليل لا واحد يحلل على كيفه وعلى مزاجه ولا أحد يقول أنني أقصد شخص معين أنا لا أقصد أحدا وأنما كلامي موجه للجميع قضية الإمام المهدي قضية غيبية والقضايا الغيبية نأخذها من من؟ نأخذها من الله إما صلوات الله وسلامه عليهم إذن نقرأ هذه الرواية حتى نضع النقاط على الحروف حتى قضية الإمام المهدي فعلا إحنا الآن بحاجة لهذا الموضوع الآن أنا أروح إلى اليمن وأدور في اليمن هل أنه فلان هو اليماني هذا الإنسان يتكلم في الإمام المهدي وإذا تكلم في الإمام المهدي فلان تكلم بالإمام المهدي إذن هذا هو اليماني والجماعة اجتمعوا حوله والبعض قالوا هذا اليماني يا جماعة الخير إذا واحد من اليمن تكلم في القضية المهدوية واهتم في قضية الإمام المهدي هذا من السذاجة ومن عدم المعرفة أن أقول أن هذا هو اليماني وهذا عليه بوادر وعلامات اليماني هذا هو اليماني من وين كيف عرف مجرد أنه رجل حك في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أو واحد يطلع مثلا في بعض المواقع في اليوتيوب وإنسان يتكلم في الإمام المهدي اسمع كلامه هذا إنسان كلامه عجيب يا جماعة الأمور لا تأخذ بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب البسيط لأن سلام الله عليهم وضحوا الطريق رسموا لنا خارطة طريق في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يتمكن إنسان يكون من يكون أن يقف أمام النص الوارد من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن نحترم الجميع ونقدر الجميع ونعتبر إذا كان هناك رأي هو رأيهم ونحترم هذا الرأي ولكن نرجع بنا فتح الله وبنا يختم في بداية الأمر ونهاية الأمر نأخذ القراءة الصحيحة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتاب الغيبة للنعماني في المجلد الأول الصفحة 205 نقرأ هذه الرواية الليلة إن شاء الله بإذن الله عندنا روايتين من أجمل وأروع الروايات إلى الإنسان يحتاج إلى انتباه يعني لابد أن نخصص أجزاء ليس جزءا بسيطا ليس جزءا قليلا ليس وقت بسيط لا أن نخصص أجزاء مهمة من أوقاتنا اليومية ليس من الشهرية والأسبوعية اليومية أخصص أنا إنسان دكتور أنا إنسان مهندس أنا إنسان عالم أنا إنسان بروفسور أنا عند التزامات أنا صباحا مجغول عصرا مجغول بالليل مجغول ما أتمكن أحكراسي من المسؤوليات أنا رجل عندي عمل عندي محل أشتغل فيه أينما تكون قضية لإمام المهدي أهم من كل هذه الأمور تحتاج قضية الإمام المهدي فعلا إلى تخصيص وقت يومي يوميا لا بد أن نخصص وقت للقراءة وللنشر ولزيادة الثقافة المهدوية في مجتمعاتنا من الخطأ أن تفكروا أن قضية الإمام المهدي نربطها فقط بـ 15 شعبان ما في مشكلة 15 شعبان نركز على قضية الإمام المهدي ولكن ليس هي فقط في هذه الفترة في هذه الأيام قضية الإمام المهدي في كل يوم في كل ساعة أهم شيء في حياتنا الحياة المادية منتهية ورايحة يعني لازم يشوف الزلزال ولازم يشوف الآن وصلوا إلى اليوم أكثر من 23 ألف كانوا ألف و ألفين و ثلاثة و خمسة وصاروا السبعة وصاروا الثوانية وصاروا عشر يعني لازم يشوف هذه الأنقاض يعني أنت بني آدم متى تعتبر متى تتوجه إلى قضيتك المصيرية إذا تحتاج إلى أمن هذا عند الإمام المهدي إذا تحتاج سلام عند الإمام المهدي إذا عندك مشكلة نفسية عند الإمام المهدي الحال إذا عند مشكلة ضغوط نفسية والله علاجها عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا أحنا توجهنا للإمام وصار عندنا هذه العقيدة لا يهمنا شيء بعد ما نخاف لا من دولة لا نخاف من سلاح لا نخاف من تهديد لا نخشى من زيد و بكر ولا نخشى من هذا و ذاك لا يهمنا لا داعش ولا غير داعش وإنما نحن اللي يمتلك عقيدة عقيدة كاملة هذه التيارات لا تعني له شيئا فهو يضع روحة بين يديه ويقاتل لماذا؟ لأن العقيدة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين الرواية مروية حتى تعرفون سند الرواية ما أتكلم من سند من البداية وإنما السند المرتبط المباشر مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبو بصير وما أدراك من هو أبو بصير من المقربين والثقات عند الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام أبو بصير ينقل هذه الرواية يقول الإمام الصادق ما كان ينتظر فرصة معينة حتى يتحدث في القضية المهدوية هو الإمام كان يبدأ هو الإمام كان يشرع في الحديث عن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام قال ذات يوم أنه قال ذات يوم ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العبادة عملا إلا به يعني الإنسان صلى لا قيمة لصلاته صام لا قيمة صيامه ذهب إلى حج بيت الله الحرام لا قيمة لحج بيت الله الحرام هذه الأعمال العبادية دفع صدقة ساعد محتاجين عمل أعمال خير كل هذه الأعمال كل ما تعمل لوجه الله لا يقبل هذا تصريح مهم كلام من الإمام مهم يريد أن يوصل إلينا رسالة مهمة إنه أي عمل لو عمل الإنسان به الله لا يقبل العمل إلا به فقلت بلى الإمام لما قال ألا أخبركم تريدون أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العمل من العباد عملا إلا به يعني هذا الشرط كيف الإمام رضا عليه السلام قال كلمة لا إله إلا الله حصني هذه السلسلة الذهبية ومن دخل حصني أمين من عذابي صحيح ثم ذهب الإمام ثم أوقف القافلة أخرج رأسه التفت إليهم قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها يعني أن تقول لا إله إلا الله ما عندك ولاية لمحمد وآل محمد لا ينفع هذه نقطة وراء سطر كل عمل عبادي ليس فيه ولاية محمد وآل محمد والتبرأ من أعدائهم لا ينفع خلي هذه الكلمة وابدأ من سطر جديد هذا الواقع زين أبو بصير يقول قلت لإمام بلى خبرنا شنو هذا العمل ما هو العمل الذي الأعمال تقبل بذلك فقال شهادة اللا إله إلا الله يعني ماذا التوحيد الإنسان أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى شهادة اللا إله إلا الله وأن محمدا عبده أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو عبد لله تبارك وتعالى إذن العقيدة الأولى عقيدة التوحيد وعقيدة الثانية عقيدة النبوة والإقرار بما أمر الله هذه نقطة مهمة للكثير من الناس الناس يريدون أن يفسروا الدين على أمزجتهم يفسر الدين على مصالحه يعني لو سمع آية أو سمع رواية ولكن يجد أن هذه الآية والرواية لا تناسب مصالحه ما يذكرها ولا يقرأها وأنما يحاول أن يقطع في الروايات وفي الآيات مثل لا تقربوا الصلاة ها القرآن يقول القرآن ماذاك قال قال القرآن يقول لا تقربوا الصلاة لا تصلون كمل الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فالموضوع واضح وجلي إنه الإقرار الإقرار بما أمر الله بعد لا تصير بروفسور وتسأل وشو السبب وليش ومن أين وما هي العلة وما هي المصلحة وشو بعدين هذا أمر لا يخصك أبدا أمر جاء من قبل الله تبارك وتعالى عليّ الامتثال سمعا وطاعا الآن عرفت السبب فبها ونعم ما عرفت السبب أيضا فبها ونعم يعني العقيدة اللي عندنا لا تخلوها على على أسباب ولماذا وشن السبب يعني لازم يكون عندنا على للشرائع حتى نعرف علة هذه الشرائع هذا الإنسان ضعيف المعرفة أو قليل المعرفة اللي ما عنده معرفة بالله وأهل البيت نعم يقول هذا الكلام الإنسان اللي عنده أدنى معرفة يكون عنده الإقرار بما أمر الله أقر ما أقول هاي أو لا أقبل ما أقبل لا إقرار كامل بعد هذا الأمر الثاني والولاية لنا ولاية لمحمد وآل محمد انتهينا الموضوع الولاية لمحمد وآل محمد عامل يذكره في الرواية العامل الرابع الذي يقبل به العمل الإنسان اللي عنده ولاية لأهل البيت عليهم السلام هذا عنوان لقبول العمل الإمام الصادق يقول ماذا يعني لو عبدت ليلة نهار لو صمت الأيام لو ذهبت الحج كله الدهر كله ذهبت إلى حج بيت الله ولكن ما عندك ولاية أهل البيت كل ذلك لا ينفع كل ذلك لا ينفع النفع الحقيقي بولاية أهل البيت عليهم السلام فإذن بعد شنو يقبل عمل بماذا بهذه الأمور توحيد النبوة الإقرار بما أمر الله والولاية لأهل البيت زين والبراءة خمسة احسبوا معاي والبراءة من أعدائنا لا تكن شيعيا إذا لا تتبرأ من أعدائي أهل البيت والإنسان اللي يضحك عليك لا يضحكون على عقولكم لا يخدعوكم بكلامهم الذين يقولون أنه علينا أن يكون عندنا ولاية والبراءة من أعداء أهل البيت مش ضروري لا إنما هو ضروري لا يقبل العمل الولاية لأهل البيت لا تقبل إلا إذا تبرأت من أعداء محمد وآل محمد عليهم السلام البراءة من أعدائهم ولاية لمحمد وآل محمد وبراءة من أعداء محمد وآل محمد هذا أساس الآن تريد تجامل البعض تريد تتملق للبعض تريد أن لا تكون شيعيا مؤمنا مواليا حقيقيا هذا أمر آخر الآن تريد تمشي على المصالح عندك مصالح تخاف على مصالحك الدنيوية عندك علاقات وعندك ارتباطات لا 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 هذا الأمر حتى إذا كان في قلبك أنا لا أقول أن تجهر به أمام الآخرين في كل مكان ولكن عقيدة لا بد أن تعتقد بها في قلبك هذه أمور خمسة إذن التوحيد وثانيا النبوة وثالثا الإقرار بما أمر الله ورابعا الولاية لأهل البيت وخامسا البراءة من أعداء آل محمد البراءة من أعدائنا يعني من أعداء لأمه صلواته الله وسلامه عليهم والتسليم لهم مو فقط أنه عندك ولاية لأهل البيت انتبه جيدا يعني الإنسان الذي له ولاية لأهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول والتسليم لهم يعني وسلموا تسليما الإنسان المؤمن الموالي إذا أردت أن تعتبر نفسك قريب من الإمام صاحب العصر والزمان قريب من الله تبارك وتعالى أعمالك عباداتك مقبولة لابد أنك تسلم لأهل البيت يعني أي شيء ورد في الروايات الشريفة الواردة عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل ما ورد عنهم تسلم له تسليما مطلقة يعني لا تجعل الأمر يرتبط بسؤال وما هو الدليل والسند والرواية لا خلاص لما شيء ورد منهم أسلموا تسليما إذا أردت أن ترتقي ودرجات كبيرة عند الله وعند رسول الله وأهل البيت عليهم السلام لابد أن تكون من المسلمين تسلموا تسليما هذا التسليم المطلق هذا الشيء اللي في الروايات يركز عليه والتسليم لهم لازم يكون عند تسليم لأهل البيت بعد انتبهوا جيدا الأمور ليست بسهلة ما صار سلمان سلمان من أهل البيت حتى راعى هذه الأوصاف أبو ذار ما وصل إلى هذه الدرجة من الحواريين أو المقداد وصل إلى هذه الدرجة أو أويس القرني أو ميثم التمار أو حبيبة بن مظاهر أو زهير بن القين أو محمد بن مسلم الطحان هذا أسماء صعب أهل البيت عليهم السلام ما وصلوا لهذه الدرجة العظيمة أن يكونوا من الحواريين لأهل البيت عليهم السلام إلا بذلك إلا بذلك بهذه الشروط إذن أنا أتمكن أكون من 313 من أصحاب الإمام لا تكلم عن الأنصار الأنصار الدرجة أقل أتكلم عن الأصحاب 313 هل بإمكاني أن أكون من 313 هذا الكلام للنساء أو للرجال نعم بإمكاني أنت تتمكن ولكن بشرطها وشروطها هذه الشروط إذا أردت أن تكون من أصحاب الإمام لا بد أن ترتقي بنفسك لازم تعمل مراجعة جديدة لحياتك الشخصية لحياتك العائلية للواردات المالية لتعاملك مع الله لتعاملك مع الإمام لتعاملك مع الناس تعمل مراجعة حقيقية لكل حياتك إذا أنت الأمر يهمك أن تكون من أصحاب الإمام المهدي 313 عجل الله تعالى فرجه الشريف نعم ممكن ذلك ولكن بهذه الشروط اللي الآن نبدأ بدأنا بذكرها شرط بعد آخر ما في شيء مستحيل نعم فيه شيء من الاجتهاد من التعب ولكن بالإصرار والمتابعة أنا أنمي نفسي هذا الحديث حديث مسؤوليتنا في عصر الغيب الكبرى هذا الحديث يرتبط بالمرابطة أن تكون مستعداً للقضية المهدوية قضية الإمام المهدي طفل مريض لازم أربط بالإمام المهدي أطلب من الإمام يا صاحب الزمان منع على ولدي بالصحة والعافية والشفاء أستغيث بالإمام المهدي أتوسل بالإمام المهدي عندي مشكلة مادية عندي مشكلة عائلية عندي مشكلة مع الناس عندي مشاكل في حياتي كلها أجعل فيها الإمام صاحب العصر والزمان يعني فعلاً أنا أستشعر بالإمام فعلاً أنا أحس بالإمام إذا في كل أمور حياتي إذا كنت عامل كنت موظف كنت طالب أينما تكون أربط حياتك بالإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا التفكير اللي أهل البيت أمرون فيه أما لا تقول فلان يقول فلان إنسان يكون من يكون إحنا نرتبط نقفل الموضوع نبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين السيدة فاطمة الإمام الحسن الإمام الحسين نصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونغلق الحلقة نطلب منهم هم يأمرون هم يوجهون هم يربون كيف نكون في عصر الغيبة بعد ما عدنا صنمية للأشخاص بعد ما عدنا صنمية للأفكار عدنا مهدي وآل محمد إذا العالم كلهم إذا الناس صار الورد مالتهم بالبيت ذكرهم في البيت يا صاحب الزمان كل أمر نربطه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إذا حياتنا ربطناها بالإمام المهدي أنا من الصباح أقوم من النوم أصح يا صاحب الزمان على المائدة أقول يا صاحب الزمان أذهب إلى عملي يا صاحب الزمان أنا في السيارة يا صاحب الزمان في كل مكان إذا جعلنا الإمام المهدي هو الورد هو الذكر هو الشيء الذي نحن نتعشق به نحن نحبه نحن نعتقد به نعتبره هو الملاذ هو المنقذ فعلا الإمام المهدي هو المنقذ الحقيقي بالنسبة لنا إذا اعتبرنا ذلك ما في مشكلة بعد الإنسان كل حياته يستغير إذن يقول الإمام الصادق عليه السلام إذن بعد والوراع الوراع تنتقل من بلد إلى بلد رحت إلى بلد فيه من المسلمين ولكن فيه أيضا من الديانات الأخرى أنت تقول في البلد الإسلامي ظاهر أن هذا اللحم ما فيه إشكال ولكن تعلم أنه هناك بعض الدول فيها لحم ولكن لا يذبحون على الطريقة الشرعية يعني المهم عند التجارة ما يهم أنت تأكل لحم ذبحها على الطريقة الشرعية ولا لا ما يهم هذا الشيء أنت الآن مثلا في أي بلد من البلاد كثير من الشباب أشوفه يسافر من بلد إلى بلد بالطريق وقف على محل شاورمة وقف عنده شاورمة وطلب من عنده إذن أسأل هذا من أين اللحم أنت في بلد في طوائف متعددة في مذاهب متعددة في أديان مختلفة كيف أنت تقف على أي مكان أي مطعم تدخل في منطقة ليس من المسلمين تدخل هناك وتأكل من اللحم من عندهم كيف تعمل هذا العمل كيف لا تراعي هذه الظوابط هذه الظوابط شرعية مو على كيفك الحياة ما تمشي على ذوقك أنت على فهمك عدنا حكم إلهي حدود الله عدنا أمر أمرنا الله تبارك وتعالى مش الموضوع على كيفك وعلى مزاجك تقف في أي مكان تأكل وبعدين تقول ليش ما عندي علاقة بالإمام المهدي أين نرتباط بالإمام المهدي أنا الآن استشعر بالإمام المهدي أبسط الأمور لا نراعيها ثم بعد ذلك نقول أين نرتباط بالإمام المهدي هذا الأمر البسيط لا نهتم فيه ومن راعي بعد أن نفكر بالإمام المهدي أي إمام المهدي تحكون عنه لذلك لما نسمع حديث الإمام المهدي ما نتفاعل تقرأ دعاء الندبة ما نتفاعل دعاء العهد قرأت وما قرأت مش مشكلة صلاتي صلات الصبح صارت قضى عادي نصليها قضى بعدين ما في مشكلة هذا الموضوع بالنتيجة يوم اللي اكل شي وما اركز في حليته وحرمته انا كثير من الشباب في مختلف الدول يقف عند مطعم وما يعرف هذا المطعم اش كثر في جانب شرعي ذلك ما عنده توجه الى الله تبارك وتعالى شوف الناس عندهم حالة خشوع وخضوع الى الله عندهم توجه للامام المهدي انا ما تنزل الدمعة ازور الامام الحسين ما في توجه ليش شو السبب سبب فيك انت ما ترى عن اللقم اللي تأكلها الموظف اللي في الوظيفة يأكل رشوة الانسان اللي يأكل اموال فصل كل اموال حرام كل اموال حرام اي صلاة تقبل اي صوم يقبل اي حج يقبل حتى اذا خمست اموال حرام ايضا حرام لا ينفع اموال الحرام اذا لا تتخلص منها لا ينفع لازم ترجعها الى اهلها الى اهلها واذا ما عرفت اهلها صرد مظالم تعطي للفقير الفقراء لا يجوز ان تضع عندك درهم واحد سنت واحد من اموال الحرام على كل حال هذا الورع الورع عن محارم الله الانسان اللي عنده ورع يعني ماذا يعني الانسان اللي الشبهات يتوقف فيها يعني انت اخذت لحم مكتوب عليه ذبحة على الطريقة الاسلامية مكتوب عليه حلال ولكن تثق فيهم او لا هذه الشركات يفكرون في المني فلوس يفكر بفلوسه يفكر بجهبه يفكر بالارباح ما يفكر فيك انت يعني انت الصور الان كتب على على الكرتونة كتب حلال يعني صار حلال سؤال صار حلال خلاص ما في مشكلة ناكل اي مكان شفنا كلمة حلال زين منو هذا كاتب حلال منو الرقيب العتيد عليه منو هذا عنده الان مثلين معمل لذبح الدجاج سؤال يعني شلون انت وثقت فيه شلون وثقت فيه يقولون هذا وكالة يقولون لا تنفع وكالة يقولون ما تمشي انت تثق ام لا تثق تثق ان هذا مصدر حلال يقول ما ادري لا تاكل اذن هذا الورع الورع يعني الابتعاد عن محل الشبهة تقول في بلد اسلامي اقول لك حتى اذا في بلد اسلامي عليك ان تنتبه لانا فيه اثار وضعية عليك اثار وضعي عليك على اولادك على بناتك على زوجتك على بيتك على تجارتك بكرة اذا صار شي لا تلم الا نفسك اقول مرة ثانية اذا صار شي بكرة لا تلم الا نفسك لانه انت اخطأت في مصدر الحلال والحرام هذه الامور تحتاج الى مواضبة تحتاج الى اهتمام ان الشيء الذي نأكله نعرف المصدر لا اكل لحم الى ان اتيقن من الشركة اتيقن من الطرف المقابل واذا ما اكلنا لحم يوم يومين وسبوع اسبوعين ما رحص انقلاب عسكري بالعالم ما رحص رفيضانات زلزال ولا بركان ولا خسوف ولا كسوف ما اكلنا الى ان اتيقن هذا هو الورع تريد ان تكون مهدويا هذا شرطه فبشرطها وشروطها زي يقول والورع هذه بالورع يقبل العمل والاجتهاد والطمأنينة الاجتهاد والطمأنينة الانسان الذي يتعب نفسه يعني انت تريد ان تصل للامام المهدي لازم تجتهد لازم تتعب لازم تبحث عن موارد الصحيحة حتى تصل للاطمئنان والاطمئنان حتى الاطمئنان كيف اكون ورعا كيف اكون متقيا كيف اكون قريبا من الله تبارك وتعالى كيف ارضي ارضي عني امام زماني عجل الله تعالى فرجه بالاجتهاد وبالاجتهاد حتى تحصل على الطمأنينة طمأنينة مهم ان الانسان الذي يشعر ان هذا الذي يأكله حلال يشعر هذه المادة اللي يأخذها من فلان سؤال فلان انسان يقول هذه الكلمة اسأله من وين المصدر ما هو مصدر هذا الكلام الكلام الذي يتم تناقل من هنا وهناك ما هو المصدر يعني لما نقول كلام لازم يكون في مصدر عن اهل البيت اما في القرآن الكريم واما في روايات اهل البيت ما في انسان يتكلم على كيف مثل هات جماعة اللي يروحون عد اهل الكتاب هذول يفتحون كتاب دجالين يقول لها لان فيك سحر جيب الزعفران زي من وين شنو مصدرها الكلام واكتب هذا الشي واعمل هذا الشي وين هذا الكلام من وين من وين جابه واخذ ما عندك 200-300 دولار حتى انا عالج السحر اللي فيك سؤال هذا يقول انا عالجه هذا العلاج من وين في كتاب الله او في روايات اهل البيت وين طلع من جيبه هو من فهمه ولكن المجتمع غير الواعي المجتمع اللي ما عنده ثقافة المجتمع اللي الديانة فيه ضعيفة يروحون عد هؤلاء الناس يقول ها عندش تابعة ما تزوجين عشر مرات عشرين مرات صار الخطوبة وما صير ها هاي فيه تابعة وهذه مسكينة لا فهم لا علم لا الدين حتى الدين صحيح ما فيه تقبل هذا الكلام ايه والله يلا سووا ليش حتى اخلص من هذه التابعة هذا الجهل لماذا لا نتوجه الى الله اقرأوا آية الكرسي صباحا خمس مرات ومساء خمس مرات اقرأوا القلاق الاربع الناس الفلق الكافرون الاخلاص اقرأوا ادعية الحفظ موجودة في الروايات في مفاتيح الجنان في كتب الادعية اقرأوها ما تحتاجون لهذا وذاك هذه عندها تابعة وهذا مسوي لها عمل واحد يقول شيخنا السحر موجود بالقرآن فيه سعة من يقول انه هذا مسحور شنو الدليل لو هذا الانسان يقرأ القرآن عن غير مسحور تريدون ان تعرفون المسحور المسحور الذي لا يتمكن ان يسمع القرآن ولا يقرأ القرآن ولا يطيق القرآن نعوذ بالله هذا الانسان هذا من وين كل واحد يقول كلمة صدقون فيه وين ايمان الانسان نعم نعم الانسان اللي واقع في مشكلة يريد يبحث عن خلاص ولكن ليس بهذه الطريقة الخلاص عند اهل البيت عليهم السلام عموما فاذن كل هذه الامور تعطى الانسان حالة الطمأنينة بعد بعد ماذا نحتاج اذن الاقرار والولاية والبرامن اعدائي اهل البيت بعد والتسليم والطمأنينة والاجتهاد بعد ماذا يقبل به العمل والانتظار للقائم اجل الله تعالى فرجه الشريف الانتظار هذا من من الامور التي يقبل بها العمل الامام الصادق صريح وواضح جدا يتكلم عن الطمأنينة يتكلم عن التسليم يتكلم عن الاجتهاد يتكلم عن التولي والتبر والنبوة والتوحيد ثم ايضا من الامور اللي تتعلق به قبول العمل الانتظار للامام انا الان في عصر الغيبة هذا خطاب انا موجه خطاب الامام الصادق موجه لنا نحن المعنيين بهذا الكلام الكلام موجه الينا هل انت من المنتظرين انتظارك للامام المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف يعني ماذا يعني ان تعمل ليلة نهار لهداية المجتمع للامر بالمعروف والنهي على المنكر عفوا لو سمحتم بس لحظة خلي اسمع هذا الاتصال اجاوب عليه وبعدين الاخت ام جلال من واسط تفضلوا اهلو تفضل يا اختي اجل لك بعالعيني اهلو ايه تفضل تفضل يا اختي اه اريدا شون يعني شون يعني اه اه انا جائما امكو صدقة للامام عليه السلام وانطي يعني صدقة للامام يعني صدقة للامام وشون يعني امطيها يعني رأس المباشرة نعم ان شاء الله طبعا ممكن تدفعين صدقة وهذا عمل جدا مهم ان نتصدق لسلامة الامام يوميا لما نتصدق يعني مثلا عندي الف اضع في صندوق الصدقات او اضع طبعا تجتمع المال يجتمع بعدين ونعطيه الى الفقير او نعطيه الى انسان فقير انه في قلبي انه هذه صدقة لسلامة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف انه القلبية انه هذا طبعا الامام ايضا سيحفظكم واهلكم والله يدفع البلاء عنكم لانكم تصدقتم عن امام زمانكم الصدقة عن الامام المهدي يوميا ولو بمبلغ بسيط اذا تقدرون صباحا فكل يوم صباح لان الرواية عن رسول الله ان الانسان الذي يتصدق صباحا يسود وجه الشيطان يعني الشيطان حسب تعبير العراقيين سودا خلص يصير وجه اسود اذا الانسان يتصدق صباحا طبعا ما في مشكلة الظهر ايضا تصدق ما في مشكلة العصر ايضا تصدق ما في مشكلة بالليل ايضا تصدق وكل ذلك انوي لسلامة الامام عجل الله تعالى فرجو الشريف هذا عمل جدا مهم يعني الامام يعلم انني تصدقت عنه يعني ماذا انا اتصدق عن ابني اتصدق عن اخي اتصدق عن فلان مريض فلان انسان لماذا يعني امره يهمني امره يهمني لذلك اتصدق فلما امر الامام يهمني ايضا اتصدق لسلامة الامام والامام سيتكفل بسلامتي ان شاء الله ايضا احنا في هذه الروايات فاذا الرواية تقول ومن الاعمال الذي يسبب قبول العمل هو الانتظار للقائم عجل الله تعالى فالرجو الشريف ثم قال الامام الصادق ابو بصير يقول الامام يحكي عن قضية الامام المهدي وعن الامور التي يقبل بها العمل يعني بهذه الامور اعمالنا تقبل ثم يقول الامام ان لنا دولة يجيء الله بها اذا شاء نحن كلنا ننتظر حكومة العدل الالهي حكومة العدل الالهي لا تكون الا في عصر الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجو الشريف يعني بظهور الامام الامام هو الذي سيشكل حكومة العدل الالهي فالإمام الصادق عليه السلام يقول ان لنا دولة من يأتي بها عبارة الامام يجيء الله او يجيء الله بها اذا شاء متى لا نعلم اشاءة الله الامام جدا مفردات الامام دقيقة وواضحة انه قضية الامام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف نحن نسعى نحن ندعو الله نحن ننشر ثقافة الامام المهدي السلام الله عليه ولكن الامر يتعلق بالله الامر كل الامر يتعلق بالله تبارك وتعالى ان لنا الدولة اين هذه الدولة مع ظهور الامام المهدي المنتظر عاصمتها الكوفة عاصمة الدولة المهدوية الكوفة مقر سكن الامام الكوفة يكون في مسجد السهل المعظم ومحل الحكومة في جامع الكوفة كم لمسجد السهل من كرامة ومنزل عظيم عند الله كان بيت الانبياء اكثر من ذلك من طينته خلق بعض الانبياء يقول الامام الصادق سلام الله عليه كل انبياء الله صلوا في مسجد الكوفة ستكون عاصمة الامام مقر الامام العالمي الحكمة الحكم سيكون منطلق من الكوفة فهذه الدولة ونحن ننتظر نحن ننتظر ننتظر هذه الدولة اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله ننتظر هذه الدولة دولة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف يمسح على العقول فتكتمل يمسح على القلوب مليئة بالاضغان بالشناء بالاحقاد كلها تنمسح كلها دولة الامام المهدي دولة متميزة دولة الامام المهدي لو كان الانسان مذنبا الامام يتوب عليه الامام يجعل الامن والامان يجعل السلم والسلام دولة الامام المهدي دولة العدالة والمساواة دولة المحبة العقول كلها تكتمل القلوب بعد ما فيها عقاد دولة في عالم الوجود لا مثيل لها اذا ندعو الله اللهم عجل لوليك الفرج حتى نكون في هذه دولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الدولة اللي الامام الصادق يبشر بها انه اذا شاء الله وارادة الله اذا تعلقت فانه ستكون تلك دولة العدل الالهي الذي يجعلها الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ثم يقول الامام هذه نقطة جدا مهمة التفتوا اليها مرتكز مهم في الرواية ما هي النقطة هذه من سره الامام الصادق عليه السلام يقول يا بصير من سره اللي يكون سرورة ان يكون من اصحاب القائم يعني هل تريد ان تكون من اصحاب الامام او لا هذا الكلام يعني العدد غير مغلق البعض يقول الاسماء موجودة والعدد مغلق ولما كان لنا ان نكون مع الامام عجل الله تعالى فرجه الامام الصادق في هذه الرواية لأبي بصير يقول من سره ان يكون من اصحاب يعني كل واحد مننا لو عمل بهذه الشروط سيكون من اصحاب الامام عجل الله تعالى فرجه الشرف هذا كلام الامام ليس بكلامي انا اتكلم نص نص الوارد عن الامام الصادق عليه السلام فاذا انت يسر كذلك ام لا في احد من الموالين لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هل ممكن احد لا يسره ان يكون من اصحاب الامام في احد ولا ما في اكيد ما في احد من عندنا لا يسره ذلك وين او افضل من هالشي هذا اكون من اصحاب الامام 313 الامام الصادق يعطيك الاكبر هدية اعظم بشارة انك اذا اردت ان تكون من اصحاب الامام في مجال ممكن ولكن بشرطها وشروطها في شرط تمشي بهذه الشروط توصل هذه الشروط اللي موجودة ما هي يقول من سره ان يكون من اصحاب اصحاب القائم فلينتظر اولا فلينتظر يعني لابد ان تكون انسانا منتظر للامام المهدي فلينتظر انتبه فلينتظر يعني تكون انسانا هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله افضل اعمال امتي قبل 1400 سنة رسول الله يصرخ بين الناس يعلن بين الناس ايها الناس يا عالم يا مسلمين افضل اعمال امتي كل الاعمال افضل شيء انتظار الفرج انتظار ان تكون منتظرا الانتظار يعني شعور قلبي يعني فعلا انا الان انتظر الامام نحن ننتظر الامام ننتظر الآن الجواب نعم اقول مده لي مثلا تقول دفعت صدقة كل يوم ادفع صدقة عن الامام جيد جيد هذا جيد كل يوم تدفع صدقة جيد بعد بعد ماذا تعمل للامام ماذا تعمل الامام بعد تقرأ دعا الاهد كل يوم تقرأ دعا الندبة تقرأ كتب في الامام المهدي تنشر ثقافة الإمام المهدي هذا الانتظار العمل تعمل في المجتمع تصلح المجتمع تعمل ندوات تعمل برامج تعمل محاضرات تفعل المجتمع الشبابي هذا العمل في الجامعة أعمل نشاطات ثقافية تربوية مهدوية في المدارس أعمل في التجمعات أعمل هذا النشاط يدل على الانتظار فأولا الانتظار زين بعد فلينتظر وليعمل بالوراء هذا اللي ذكرنا يعمل بالوراء يبتعد عن الشبهات يبتعد عن المحرمات ومحاسن الأخلاق محاسن الأخلاق بمعنى الانسان مو أن يكون يعفو عن الناس حتى الأضغان في قلوبنا لازم نسق لازم نمحيها أيضا وهو منتظر يعني هذه الثلاث صفات وأنت منتظر الإمام فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه كأنه شاهد الإمام فجدوا وانتظروا الإمام الصادق وجه رسال لنا نحن الآن في عصر الغيبة يقول فجدوا وانتظروا وانتظروا هذه الجدية والانتظار التعب الاجتهاد والتعب والمحاولة وانتظروا الإمام هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هنيئا لكل من يعمل لنشر ثقافة الإمام المهدي لكل من يعمل في الجامعات لكل من يعمل في المدارس لكل من يعمل في المعاهد في المساجد في الحسينيات لكل من يقيم نشاط مهدوي هنيئا لكم أيتها العصابة الجماعة المرحومة المؤمنة المهدوية هنيئا لشبابنا هنيئا لفتياتنا هنيئا لكل من يعمل لنصرة لإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا ما نبحث عنه وهذا ما نريده إلى واقعنا مجتمعنا لا يصلح ألا بالإمام المهدي مشاكلنا لا تعالج ألا بالإمام المهدي الفساد والمفسدون لا ينتهي أمرهم إلا بالإمام المهدي إذن دائما نقول اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه اللهم أرضي عنا إمام زماننا وفقنا لنيلي رضا حياكم الله وإن شاء الله كل مساء أحد ومساء ثلاثاء نكون بانتظاركم الساعة الثامنة بتوقيت كربلاء المقدسة على قناة المهدي الفضائية حياكم الله وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة